ما حكم كتابة الاسم على القبر لمعرفة صاحب القبر الجواب أن ذلك لا يجوز وذلك لأمري أما الأمر الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور وهذا شامل لم يستثن منه شيء والأمر الثاني أن هذا الذي ذكره الأخ وهو أن الإنسان يحتاج أن يعرف قبر أبيه مثلاً أو قبر أمه من أجل الزيارة والسلام والدعاء كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحاجة داعية وكان بالإمكان الكتابة إلا أنه لم يفعل وكان القبر يعلم بحصات أو نحوها فلا تكون الكتابة مشروعة لأن هذا الأمر قام مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمكاً ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيدل ذلك على أنه غير مشروع ولا يجوز فيحدد الإنسان قبر حبيبه من الأموات بعلامةٍ بينة من جهة المكان ومن جهة عدد القبور ومن وضع حصاتٍ أو نحوها ويكتفي بهذا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر